أعلام العمود الفقاري منتشرة وبشكل كبير هذه الحركات هي حركات مفيدة لتخفيف كل الأعلام التي تحصل في العمود الفقاري من أعلام ديسكات أو عرق نساء أو مفاصل أو تحدد في الحركات فهذه الحركات هي الأساس استخدموها وكرروها 10 إلى 15 مرة لمدة 3 أيام كل يوم نعملها 6 إلى 7 تكرارات هذه الحركات تؤدي لإعادة استفاف الديسك وإعادة التوازن لحركات العمود الفقاري وستخفف الأعلام حتماً وتحصلون على لياقة وعلى انتصاب في القامة هذه الحركات تعودكم على الحركات الجيدة التي هي غير مستخدمة في العمود الفقاري للحفاظ على نشاطه والحفاظ على مرونته تكرروا الحركات هذه أكثر من مرة وحافظوا على كعداتكم وعلى وقفاتكم بشكل أنه ما تؤدي لإنحناءات هذه الإنحناءات إلا الأمام هي المشاكل الرئيسية في العمود الفقاري هذه الحركات تكرروها باستمرار وحتلاكوا النتيجة بإذن الله شكرا لكم اشتركوا في القناة